بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صلى الله عليه وسلم إن المتابعة لحركة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين يتابع ويجد الدروس العالية والعظيمة في هذه الحركة العظيمة الدروس الاجتماعية الدروس السياسية والأخلاقية وكل أنواع الدروس الإنسانية كل الإنسان يستطيع أن يستفيد من الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولذلك نجد بين الحين والآخر هناك رجل شهم قائد استفاد من الإمام الحسين وهو ليس بمسلم وهذا دليل واضح على أن حركة الإمام الحسين ونهضة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين هي حركة إنسانية منطقية بامتياز ولذلك نجد من الحريبنا ونحن التابعون لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه نجد الحريبنا أن نستفيد من هذه النهضة الحسينية الجبارة العظيمة ونستفيد من دروسها الدروس الكثيرة والعالية المضامين والمركز الأول فيها في درجتها الدرجة الأولى تأخذ هذه الدروس من نهضة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لنستفيد بعض الفائدة من الدروس الأخلاقية في ثورة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ونذكر بعض الأمثلة وكيف نستطيع أن نستفيد ونهذب أنفسنا أن النفس تحتاج دائما أن تكون على الخط مع الجو العالي للأخلاق النفس لا بد لها أن تراقب وتفتش وتبحث على الدوام في النقاط العالية عند كل الناس حتى لو كان غيره مسلم الصفة الأخلاقية العالية يجب أن نفتش عليها نحن كمسلمون يجب علينا دائما أن نكون مراقبين لكل هذه الأحداث ولكل هذه الصفات ونستفيد من هذه الصفات من الحسين صلوات الله وسلامه عليه أول تلك الصفات التي لا يحتاج أن يتعمق بثورة الإمام الحسين الإنسان حتى يجدها وهي الإيثار ومعنى الإيثار هو الفداء وتقديم النفس وتقديم شخص آخر على النفس يجده أهم ومهم فيقدمه عليه ويبذل المال والنفس والنفيس لإنقاذ أو لمساعدة هذه النفس الأخرى الإيثار في ثورة الإمام الحسين كان من أهم الصفات ومن أعلى الصفات وهناك أمثلة عالية جدا للإيثار في ثورة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه آثر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه آثر دين جده على نفسه فقال إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فياسيوف خذيني يعني لا فرق عندي أن لا تبقى نفسي وأن لا تبقى أموالي ولا روحي ولا أولادي الهدف الكبير وهو بقاء دين جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا المهم عند الحسين صلوات الله وسلامه أن يؤثر الدين على نفسه وقدم ماله ودينه ونفسه وقدم دمه في نهاية المطاف لأجل إنقاذ هذه التعاليم الإسلامية التي قاب به بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا نجد أن الدين واقعا هو مقدم وكثير حتى آية أو آيتان في القرآن الكريم توضح أن الدين والله عز وجل والرسول يجب أن يكون أفضل وأحب عند الإنسان المؤمن وهكذا الإمام الحسين صلى الله وسلم عليه فعل كان الدين جعل الدين أهم وأفضل من أن يبقى مع هؤلاء الظلمة الحكام الجائرون كان أفضل عنده ولذلك فدى نفسه ودمه وآثر أن يستشهد على أن يبقى مع هؤلاء الظلمة أصحاب الإمام الحسين مثال آخر أصحاب الإمام الحسين عليه السلام آثروا وقدموا بقاء أهل البيت عندما قالوا نتقدم بالبراز برزوا قبل أهل البيت إلى القتال وإلى الأعداء وجاهدوا وقتلوا واستشهدوا إيثارا منهم أن يروا أهل البيت ضحايا وشهداء مضرجين بدمائهم لم يستطيعوا أن يتحملوا واقعا هي تحتاج إلى تحمل إنسان المؤمن أهل البيت عنده أفضل من نفسه ويجب أن يكون أفضل من نفسه ولا يستطيع الإنسان أن يرى مكروها على أهل البيت فتقدموا قبل أهل البيت وأخروا أهل البيت الرجال والصبيان الذين قاتلوا من أهل البيت علي الأكبر والعباس والقاسم وغيرهم من الذين قاتلوا في سلك رجالات أهل البيت تأخروا وقدموا هؤلاء قدموا أنفسهم قبل أن يروا رجالات أهل البيت مضرجين وهذا الإيثار عالي الدرجات عالي أن يقدم لأجل فضله عليه أنا عندما أرى إنسانا أفضل مني أقدم كل ما عندي عندي مال أقدمه كثيرها الآن مثلا عندنا أمثلة كثيرة في مجتمعاتنا العلماء الصالحون حتى العلوم يعني الآن مثلا الشيء بالشيء يذكر الأولاد مثلا عندنا أولاد لماذا أحفظ مالي عن أولادي يعني أؤثر المال على أولادي كلا ليس هو هذا الشيء الصحيح بل الصحيح أن أؤثر الأهم على المهم هو المال مهم لكن هناك أهم وهو الولد أن أؤدبه وأعلمه التعاليم الإسلامية الصحيحة أعلمه القرآن أعلمه التعاليم الأخلاق وأصرف أصرف عليه أبوال وأعطي الأساتذة حتى يعلمون ولدي وهذا هو الإثار إثار شيء مهم إثار الأهم على هذا الشيء المهم واقعا هي من الأمور المهمة والقوانين التي يجب أن نلتزم بها والتزام بها لها لها وقائع اجتماعية وإيجابية مهمة في المجتمع على نفسك وعلى مالك وعلى ولدك وعلى عائلتك وعلى المجتمع ككل إذن من الأمثلة كذلك في الإثار في ليلة عاشوراء عندما رفع الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم عليه التكليف عن الأصحاب يقول الشيخ المفيد قال الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم عليه لأصحابه قال لأتباعه ألا وإني قد أذنت لكم فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا يعني بمعنى أني أذنت لكم بأن تخرجوا وليس لكم مني ذمام يعني ذمتكم ليست مشغولة عني مع ذلك قابله الأصحاب بماذا؟ قالوا لما نبقى يا ابن رسول الله بعدك أنا أبقى بعدك يا ابن رسول الله لا قبح الله العيش بعدك يا ابن رسول الله انظر هذه الكلمات العالية والمضامين الجميلة والجليلة التي تدخل إلى داخل النفس ويتأثر بها الإنسان أي إنسان حتى إلى هذا اليوم هذه الكلمات ترن من ذلك اليوم 1340 سنة إلى هذا اليوم أو أكثر 60 و 70 و 80 سنة إلى هذا اليوم يخرج صداها وتؤثر في النفوس فإذا قلتها أمام العالم أن الإمام الحسين قال تنزل تستعبر تنزل دمعتك حتى الأطفال انظر انظر أيها المشاهد الكريم انظر أيها الأخوة والأخوات الأعزاء انظروا في المجالس إذا ذكرت بعضها بعض هذه الكلمات واستشعر منها الإيثار حتى الطفل تنزل دمعته ويستعبر هذا يعني أن هناك تأثرا إذن هذا الذي كان في ذلك الزمان لم يكن لذلك الزمان كان لي ولك وله وله ولكل الناس عبر التاريخ تعلم الناس من الإمام الحسين عليه السلام كل التاريخ كانت عبر وكانت مواعظ من الإمام الحسين لم يكن الإمام الحسين ليومه ولساعته ولزمانه بل كان الإمام الحسين عليه السلام لكل زمان ولكل مكان وإلى آخر الدهر إن شاء الله ونحن نجد في كل هذه السنوات وهذه والسنوات الماضية التي خلت نجد أن عاشراء الإمام الحسين عليه السلام تزداد رقيا ورونقا تزداد تزداد في كل يوم شيء جديد ليس خرافات والعياذ ولا تزداد حقيقة جديدة وهذا هو الإمام الحسين عليه السلام هذا هو الإثار الإثار الذي كان من أصحابه صلى الله عليه وسلم من العباس آثر العباس أن يدخل إلى المعركة وينزل إلى شاطئ الفرات ويشعر ببرودة الماء آثر أن لا يشرب الماء أي أي إثار وأي صفة وأي سمة أعلى من تلك السمات استشهد عطشانا مع أنه كان قادرا على أن يشرب وهذا الشرب للعباس صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يكون كفيلا في ذلك الزمان أن يقوى يستقوي أكثر ويدخل إلى إلى نفسه وإلى جسده فيستقوي على الأعداء لذلك نقول أن الإثار واحدة من الصفات المهمة التي يجب علينا أن نستعبر ونأخذ العبر منها من الإمام الحسين ومن أصحاب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وقف يتلقى السهام عن الإمام الحسين عليه السلام ويستشهد في نهاية المطاف حتى يبقى الإمام الحسين هو يعلم ويعلمون جميعا أنهم قد يستشهدوا ويستشهدون جميعا لكنه يريد أن يفعل ذلك الرجل تكليفه أمام الإمام الحسين عليه السلام نحن في هذا اليوم ننتظر الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ننتظر وأفضل عبادات أمة انتظار الفرج علينا بهذا الانتظار أن نهذب أنفسنا على هذه الصفات وعلى هذه الصفات إذا خرج الإمام فلا يقف شيء حاجز أمامنا من أن نؤثره على أموالنا وعلى دمائنا وعلى أنفسنا وعلى كلنا وعلى بيوتنا وعلى كل شيء وهو الولي الأعظم إذن لا بد لنا من هذه العبر وهذه الدروس والواقع أيها الإخوة والأخوات أقول شيئا مهما أن دروس الإمام الحسين عليه السلام جعلتنا أعلى الأمم جعلتنا عندما نثور عندما نعيش في زمن لا نقبل الظلم ونرفض الظلم والظلامات ونرفض الظالمين إذا ظلموا الضعفاء ونقف مع الضعفاء وهذه من الصفات المهمة جدا إذن هذه واحدة من تلك الصفات التي هي صفة الإيثار التي نجدها بوضوح في كربلاء الإمام الحسين عليه السلام الصفة الثانية الشجاعة ولا يمكن أن واحد مثلي يتحدث عن شجاعة الإمام الحسين ولا يحتاج إلى الحديث انظر ماذا فعل أصحاب الإمام الحسين عليه السلام وماذا فعل أهل البيت الإمام العباس صلوات الله وسلام عليه ماذا فعل في ذلك المكان في كربلاء الإمام الحسين الشجاعة تعريف الشجاعة وهي الإقدام الشجاع الإقدام القوي عند منازلة الخصوم لا أن يكون الإنسان هزيلا عند مقابلة الخصوم أو خائفا كلا هذا القلب هذه الشجاعة تحتاج إلى قلب يحمل تلك الصفة هذا القلب يتربى يمكن أن تربي قلبك على الشجاعة حتى لو لم تكن شجاعة في بعض الناس مثل الإمام عليه السلام والقادة الكبار هؤلاء الشجاعة في طينتهم وفي قلوبهم من الأساس لا يحتاجون إلى اكتساب لكننا نحن نحتاج إلى اكتساب ويمكن اكتساب هذه الصفة المهمة وجعلها في داخل ذلك القلب ونحتاجها نحن نحتاج في كل الخطوب في كل المشاكل إلى شجاعة حتى التجارات حتى النجارات حتى أي عمل تحتاجه في حياتك العملية تحتاج إلى هذه الشجاعة إذن هو الإقدام عند منازلة الخصوم وعدم تهيب المخاطر والخوض وقتخام الخطوب لا تهاب الموت ولا يهاب أي شيء أكيد هذه الشجاعة ليست معنات التهور هناك فرق فارق ما بين الشجاعة وما بين التهور الشجاعة هي وضع ذلك الإقدام في محله وفي مكانه وفي زمانه المناسب جدا أما التهور كلا التهور ليس في مكانه وليس في زمانه إقدام ليس في زمانه وليس في مكانه هناك فارق كبير من الصفات المهمة في كربلاء الإمام الحسين حيث أن الإمام الحسين أول ما جاءه العرض من والي المدينة بالبيعة ليزيد قالها بوضوح يزيد رجل فاسق فاجر مستحل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله انتهى الأمر خلاص ليس هناك نقاش معنات هذا الكلام لماذا هنا نستشف في الشجاعة معنى هذا الكلام أن الأمور لو وصلت إلى خواتيمها وإلى الشهادة لن أتراجع عن هذا الرأي ما في أنه والله بكرة فيصير فيه صلح تعالوا لنا نتفاوض تعالوا لنا نحكي خلينا نروح نشوف يزيد شو بيقول الإمام الحسين شو بيقول كيف فينا نوفق ما بين الرأيين ما في توفيق ما بين الرأيين كلام واضح يزيد فاسق فاجر شارب للخمر مستحل للنفس المحترمة مثلي لا يبايع مثله نعم بحال واحد إذا تغير يزيد واعترف بأحقية الإمام الحسين في هذه الحالة لا تنتهي الأمور إلى الشهادة في هذه الحالة فقط وهذه الحالة كانت مستحيلة عند يزيد وعند بني أمية كان ذلك مستحيل إذن مثال من الأمثلة المهمة إذا تعارض الدين والتدين مع أن يكون الإنسان شجاعا فيقدم شجاعته وهكذا يتضح تتضح شجاعة الإنسان هنا هذه المقامات التي توضح شجاعة الإنسان وتوضح كم أن الإنسان مقدام كما أن قلبه قلب أسد هكذا كان إمامنا حسين صلى الله وسلم أصر على المسير من المدينة إلى مكة إلى الكوفة إلى كربلاء بولده أولاده ونسائه وأصحابه مع أنه كانت هناك اقتراحات تقترحا للإمام الحسين لا تأخذ الأولاد ولا تأخذ النساء اذهب أنت والأصحاب اذهب لوحدك يا ابن رسول الله لماذا تأخذ أصر الإمام الحسين هناك خطة ليست الخطة حسينية فقط بل هي الخطة إلهية الخطة الإلهية كانت تقتضي أن يكون هناك جزآن وكان الإمام الحسين شجاعا في تطبيق هذه الخطة شجاع أن يبقي زينب صلوات الله وسلامه عليه بعد استشهاده وهو يعلم أنه سوف يستشهد يبقي زينب تكمل له المسير وتكمل له تلك الخطة وهذا هو الذي قال الذي كان في ذلك الزمان قاله للسيدة زينب صلوات الله وسلامه عليه بعد استشهاده قبل استشهاده وهو كان يعلم أنه سوف يستشهد حتى تكمل له الطريق ولذلك كربلاء كانت جزئين جزء للإمام الحسين الخطة مع الإمام الحسين والجزء الآخر خطة مع السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليه إذن عدم خوفه عدم خوفه عدم خوفه من كثرة الأعداء تحتاج إلى شجاعة عندما وصل إلى ذلك المكان وحوصر حوصر الإمام الحسين منع عنه الماء منع عنه كل شيء مع ذلك لم يهب الخطوب وأقدم بالعكس كان رؤوفا رحيما عطوفا شجاعا وين عندنا شخصية تستطيع أن تستجمع هذه الصفات الكثيرة ليس عندنا هناك من الأشخاص حتى القادة الذي كان يستجمع العطف والحنان كان ينصحهم في الليل وفي النهاء كان في كل وقت يخرج إليهم وينصحهم انسبوني من أنا شوفوا يا عمي أنا مين أنا ابن بنت نبيكم ليس في الأرض ابن بنت نبي غيري فكروا ارجعوا إلى عقولكم ارجعوا إلى أحسابكم إلى أنسابكم ارجعوا إلى كلمات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان مقداما شجاعا الإمام الحسين ليس فقط الإمام الحسين الإمام الحسين كان مفروغا عن شجاعته في ذلك المكان في كربلا بل انظر إلى شجاعة القاسم وهو كما يقال وكما يروى أنه كان لا يتعدى الثالثة عشر أو الرابعة عشر من العمر لا يتعداها مع ذلك طلب من الإمام الحسين من عمه الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم أن يبرز إلى الأعداء بكى الإمام الحسين مع ذلك سمح له أبدأ أعلى درجات الشجاعة والرجولة وأعلى درجات تلك الصفة الكريمة وهي مشهودة ومشهورة عندهم عند أهل البيت صلى الله عليه وسلم يا علي الأكبر كان عاطشا عطشانا تعبانا مع ذلك قابل الأعداء بكل شجاعة وبرز للأعداء أخذ الإذن من والده وبرز للأعداء وهكذا كان الواحدة والآخر من الأصحاب يستأذن الإمام الحسين عليه السلام ويبرز إلى الأعداء إذن الشجاعة كانت سمة من السمات المهمة لعلي الأكبر صلى الله عليه وسلم عندما أخذ الإذن من والده مع كل تلك الظروف والقاسم عندما أخذ الإذن ابن أخي الإمام الحسين عندما أخذ الإذن ذلك وبرز للأعداء برز برز أعلى درجات الشجاعة وهو طفل وهو ولد لا يتجاوز عمره الرابعة عشر الثالثة عشر هذه الشجاعة لم تقتصر عند أهل البيت بل الأصحاب برزوا وأخذوا الإذن من الإمام الحسين عليه السلام وأعطوا أعلى درجات الشجاعة وهكذا يشهد التاريخ والقصص التاريخية المهمة لهذه الشجاعة العظيمة ولم تقتصر هذه الصفة على الرجال فقط انظر شجاعة السيدة زينب صلى الله عليه وسلم وقدرتها على الرد عندما عبيد الله بن زياد قال لها كيف رأيت صنع الله بأخيكي قالت ما رأيت إلا جميلة وعندما ردت يزيد في مجلسه والرجال من حواليها رجال من هب ودب كل الرجال كان المجلس مكتظا بالرجال وغير الرجال كذلك حتى الأولاد وحتى النساء بعض النساء كانت في ذلك المجلس إذن مع ذلك نرى أن السيدة زينب صلى الله عليه وسلم ردت على يزيد عليه لعائن الله ردت عليه بكل جرأة و بكل إقدام السيدة زينب صلى الله عليه وسلم عليها وعليهم أجمعين عندما احترقت الخيام وكانت الخيمة التي فيها الإمام السجاد صلى الله عليه وسلم عليه تحترق هبت ودخلت إلى تلك الخيمة عملا بالتكليف الشرعي أن تنقذ الإمام عنه الإمام كان يستطيع أن يقوم وقام الإمام حاول أن يقوم كان مريضا وساعدته السيدة زينب بكل شجاعة و بكل قدرة و بكل إقدام هذه الشجاعة لا يجب أن نستفيد منها و نهذب أنفسنا و نتعلمها من هؤلاء الرجالات و من هؤلاء الناس العظماء الكبار واقعا نحن نحتاج الشجاعة في هذا الزمان نحتاج الشجاعة أن نرد على الطغاة و لا نذل هؤلاء الطغاة الذين هم في زماننا هؤلاء فراعنة العصر فراعنة العصر لا نستكين لهم كما كان الإمام حسين إذن هذه الصفات و عشرات الصفات أيها الإخوة و الأخوات عشرات الصفات نستطيع أن نأخذها و نهذب أنفسنا نستطيع أن نأخذها و نطبقها على واقعنا هذا الواقع الذي واقعا هو مرير من حيث الصفات من حيث بعض الأمور التي فيها ذل و هوان نحن نستطيع أن نكون أفضل و أن نخرج من هذا الذل و من هذا الهوان و نقف في وجه الطغاة حتى نكون الأفضل و الأحسن إذن ثورة الإمام الحسين و كربلاء الإمام الحسين نتائجها إلى هذا اليوم هي نتائج هي نتائج إيجابية و نتائج فيها الكثير من الصفات العالية عالية المضامين نكتفي بهذا البقدار في هذه العجالة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه جنبنا معاصيه و حسبنا و نعم الوكيل و الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر